لازم أبقى عارف أنا أصلاً إيه الفكرة المشوهة اللي عندي تمام؟ علشان أبقى عارف أنا بصلح إيه أيه بس أعرفها زي ما وفيه ناس كتير قوي يبقى عندها الفكرة ده وهي مش عارفة وتكتشف بعد كده إن أنا سلكت السلوك ده أو عندي طاقة سلبية كده وفكري سلبي بسبب التشوه اللي عندي بس أنا مش عارف يبقى أول حاجة إن أنا أعرف أوكي؟ فده اللي احنا بنعمله في الوعي يعني مثلاً لما بندرس لما بنحضر محاضرات أو حاجات زي كده احنا بنتعرف على الأدماط يعني مثلاً لما نيجي نقول إنه فيه مثلاً عشر أو حداشر نمط من الأفكار السلبية ولما نيجي نقرأ عنها ونسمعها كلنا فينا أفكار مشوهة طبعاً مشوهة وغلط يعني كلنا ما فيش حد يعني بيرفكت لكن بتبقى لها نسبة نسب ففيه نسب معقولة ممكن أخذ أشوفها أصلحها أشتغل عليها أقاوم شوية تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهنكم فأنا محتاج إن أنا دي وصية إلهية إن أنا محتاج إن أنا أجدد زهني طول الوقت أوكي؟ ففيه حاجات مجرد إن أنا ببقى وعية بيها ببتدي أركز إنه الفكرة دي لما تجيلي لأ يعني أزبطها أو أصلحها وها المشاعر بتقل السلوك بيقل فالدنيا بتبقى الله طيب بس الأول إن أنا لازم أبقى واعي ما ينفعش إن أنا مثلا إحنا مشكلة إيه إن إحنا بنعملها بنسمع المحاضرات أو يعني أو الدراسة فبطبعها على الآخرين فلانة بتعمل مش عارفة إيه فلانة أنا كويس جدا أنا زي الفل يعني أوكي بصدبت أوكي هي عندها التشوه ده هي بتعمل كده هو بيعمل كده أحيانا نسمع عايزة أبونا بيقول كذا يا سلام لو فلاني الفلاني يعني الكلام ده بالضبط عليه الحقيقة أنا محتاجة أشغل على نفسنا فمثلا فيه شوية أنماط مثلا زي لو مثلا أنا دايما الدنيا عندي يبيض يسود ده طريقة نمط من الأفكار المشوهة إن أنا الدنيا عندي يناجح يفاشل ما فيش حاجة اسمها أنا ناجح في حاجات ومش ناجح في حاجات تانية أو مثلا أنا وانتي بنتكلم في موضوع فأنا قلت مثلا 3-4 نقاط إنتي لو مقبلت يومش كلهم يبقى أنتي مش قابلني أنا أو مش قابلة الموضوع كله ما فيش حاجة اسمها مثلا طب أنتي تاخدي نقطة من عندك ونقطة من عندي ونوصل لحل وسط في النص فده لو أنا مثلا لقيت أن أنا دايما بأخذ بعمل مشاكل مع الحوالي لإني دايما متمسك برأيي وأنه لازم تقبلوني كل الكلام اللي أنا طب ما ده يبقى أنا عندي مشكلة فلو لقيتها أنها النمط ده بيتقرر في حياتي وأكون أمين مع نفسي فإن أنا أكشف نفسي أوكي فده هيقدر يساعدني أن أنا إيه أعمل داود النبي في المزمور 139 قال إيه؟ قال اختبرني يا الله وأعرف قلبي وامتحني وأعرف أفكاري أوكي يعني داود كان زكي جدا أنه عرف أنه الفكر هو السبب فقال لربنا امتحني وأعرف أفكاري وانظر إن كان في طريقهم باطلا اهدني طريقا أبديا يعني عرف أنه الفكرة هي اللي بتخليني أمشي في طريق باطل فطول الوقت أنا بطلب من ربنا وأنا طول ما أنا بطلب من ربنا هو بيننور لي البصيرة وبيبعات لي الكلمة وبصدقها وبشتغل عليها فطبعا دا بيساعدني جدا ترجمة نانسي قنقر